السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم يقول الله عز وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قرأ الإمام الكسائي رحمه الله بفتح اللام الأولى ورفع الثانية لتزول منه الجبال وقرأ الجمهور بكسر اللام الأولى ونصب الثانية لتزول منه الجبال يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا ويقول الإمام ابن الجزري في الطيبة وافتح لتزول ارفع رمى فإن في قراءة الإمام الكسائي مخففة من الثقيلة واللان في لتزول هي الفارقة بينها وبينها النافية والتقدير وإنه بمعنى أنهم لو مكروا بالجبال لزالت قال أبو إسحاق وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه فقراءة الكسائي رحمه الله تصف مبالغة مكرهم العظيم وإن لم يكن جبر قط زال لمكرهم وإن كان مكرهم قد يبلغ من كبره وعظمه أن يزيل ما هو مثل الجبال في الامتناع على من أراد إزالته ثباتها كأنه قيل لو أزال مكرهم الجبال لما أزال أمراء الإسلام وأما توجيه قراءة الجمهور بكسر اللام ونصب الأخيرة إن بمعنى ما النافية واللام في لتزول هي لام الجحود والفعل منصوب بأن مضمرها والمعنى وما كان مكرهم لتزول منه الجبال قال الإمام البيضاوي رحمه الله ويحتمل جعلها مخففة من الثقيرة والمعنى أنهم مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الثبتة وتمكنا من آيات الله تعالى عفوا وتمكنا من آيات الله تعالى وشرائعه وقرأ في الشاذ وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال بوضع كاد مكان كان وهي قراءة ابن مسعود وأبي وابن عباس وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وما كان مكرهم لتزول منه الجبال والله أعلم ترجمة نانسي قنقر